أعلنت قيادة التحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ مبادرة لإطلاق صراح 200 من أسر الميليشيات الحوثية إضافة إلى تسير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء لتلقي العلاج في الخارج وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من حرص التحالف على دعم مواصلة جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكولم بما في ذلك المتعلق بتبادل الأسرة إضافة إلى تهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرة الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول من جانبه رحب محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجان الثورية للميليشيات بالخطوة التي أعلن عنها تحالف دعم الشرعية